اه بسم الله الرحمن الرحيم انا بكم احبائي في الفيديو جديد ده هنوضح فيه اولا في البداية لازم اشكر كل الناس اللي اشتركت على مجموعة او جروب التليجرام اللي احنا اه انشأناه وزي ما قلت ان احنا هنكون الفيديوهات بتاعتنا هتنزل قبلها بفترة على المجموعة على الجروب هنا هو يعني خصوصا في اللحاجات اللي بيكون فيها limit number عدد قليل من الناس مسموح لها زي موضوع انا بوضح بس الفكرة ازاي ان احنا اه النهاردة ستة وعشرين اه تسعة اه وتم تحديث برضو كما توقعنا ازاي حديك تخش على الموقع لان البعض بيقول المشغال خلينا اوضح لقدراتكم احنا بنضغط على اللينك ده اللي احنا حطناه على مجموعة التليجرام بتاعتنا اه مجرد ما بتوصل هنا خليك برضو هنا عبار ما هو يحمل تكون انت جاهز بالاكاونت اللي هو ده تمام اعتخدوا كده control c وتروح به هنا هو وتم جاي حطوا هنا هو كده تمام وتم جاي نازل هنا ورجع مرة تانية على ال password اي جي اهي اللي تحت منها ال password تم جاي واخدها وحطيتها اه في الجزء اللي تحت ده وبعدين تعمل login بهذا الشكل اه بيقول لك احفظ ما تحفظي اه متخلوش احفظ جوزر نيمو ال password لانها يوميا هتتغير خليني بس ان انا اعمل كزا زوم بس لحضراتكم عنشان هتكونتوا معايا في الصورة ادي تاريخي النهاردة والكلاس معمول بحيث ابدأ النهاردة ويخلص النهاردة ده ال start date وده ال end date ده ال start date وده ال end date يعني 26 ويخلص 26 فطبعا معمول لمدة تيوم واحد وده ال class id لان بعضكم بقول ما فيش ال class id وكلام زي ده هو طيب اه ايه تاني اللي انا عايز اقول لحضراتكم اكيد ما انتم خلاص عرفته بتروحوا على الايكون او اللينك ده بيفتح لكم وطبعا لانه لانه بتعمل بصورة يومية فحتاجدهم ان ال class id كتيرة وهتلاقوا ان في امكانية بسهولة ان شاء الله ان كلنا نحمل الشغل بتاعنا شوفوا اينا مفيش حاجة ترفعت ليه زي ما انا قلت يعني خليني الغي ده كده مش حاجة ترفعت لانه كل حاجة بتتحدث يوميا يوميا بيتم تحديثي فانا بعمل كده برفع upload للمادة العلمية بتاعتي عندي ملف وهم جاي واخده كما تعودنا الامر سهل جدا بروح على المكان اللي فيه الملف بتاعي وهم جاي يكاتب لو انا عندي ملفات كتير زي كده وهم جاي عامل اقول له وريني الملف ده هوت واقول له open وهم جاي عامل upload بنفس الطريقة اللي حضراتكم اكيد عارفينها احسن مني دلوقتي وانتظر لما يمعيني preview يعمل لي مراجعة ويظهر لي وبعدين يقول لي كلمة complete اه اتأكد بس من ارقام الصفحات لو عايز اتأكد كده ان كل ده اللي انا منزله وقول له submit وبعد ما هقول له submit هارجع بقى انتظر اه اه اتحملت عنجه اه ما تنسوه زي ما انا قلت قبل كده يا فكرة ان احنا يعني اه نخلص اول باول من اه اه نحن نحط ملاف فاضي بعد كده شايفين يوم ستة واشين وكلاس يوم ستة واشرين فالامور هتبقى ماشية كده للاسة بشرين اه بعد كده اه لا تعمل reflection للصفحة يا اما انك انت اه تروح هنا هو وتبدأ تنتظر لغاية لما يحمل الصفحة وقول لك نسبة similarity قد ايه يعني احنا كنا شوفناه قبل كده 17 وده بيأكد على انه ما بيحتفس بحاجة الناس اللي بتبقى خايفة يعني نفس البحث ده عملته في فيديو اللي فات قال لي 17 الوارد رفعته تاني قال لي 17 ليه ما ينفعشي لان انت لو ضغطت عليه هنا الا لو انت برحت حطوته على موقع من المواقع او حطوته في حتة فاصبح متاح لانه لازم يقول لي انت جبته منين فاذا هيجيبه منين مش هقولك موجود عندي انا كزنته وانا رفعته كل الكلام ده طبعا بيوضح الناس مش فاهمة مش اخده بالا فاذا يعني ما تقلقش الانه لا يحتفظ باي شيء من من حاجاته اتمنى برضو كون الناس حبيبي مرة تانية بشكركم اي حد نضم على مجموعة التليجرام الناس اللي مشتركتش احنا كنا عملنا بوست وفي نفس الوقت هحنضط لكم رابط التليجرام على الموضوع هنحاول ننزل فيديوهاتنا الاول كده لمدة ساعة ساعتين الناس هشتتسمتع بيه وبعدين هنبقى نرفعها على اليوتيوب في النهاية بتمنى لكم جميعا سلامة والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته